أهلا وسهلا فيكم هذه الجلسة الأولى اليوم بالبداية حابة أقول لكم برافو أحسنتم عملتوا الخطوة الأولى وهي الاعتراف في الهزيمة وهي كتير مهمة وهلا اليوم بدنا نبدأ نفهم من وين جاي هذا الشعور كيف عم تحسوه بحياتكم اليومية أم تبدي معكم ياريت قبل ما نبدأ كل واحد يعرف عن حالي فضل مرحبا أنا اسمي فراس هاي فراس هاي فراس هاي هاي بتذكر أنا والصغير أول مرة وعيت لشعور أني مهزوم كنصف تاني أو تالت بتذكر أمي كان دائما يتفرج على الأخبار ويقول أنه حابة بيحس بي شعور الانتصار ماشتهي شي مرة واحدة بي حياته يحس بي شعور الانتصار سمح لي بس أنت أبوك انهزامي وما بستبعد أبدا أن يكون تابور خامس بسه العدو لحتي يبث شعور الانهزام والأضطراب بالأمة لا لا ده شو الكلام ما ده دكتور لو سمحته خلي كل شخص يحكي بي دوره خينا نتفع على هذا الشيء أنا أسميها بخالي أنا صار عملي هالأمر ولهلأ ما شفتنا ولا مرة انتصرنا قد يصار عملي هلأ فوق خمسين سنين اشتهيت شي مرة حس بي شعور أني انتصرت مباراة كنت قدم يا أخي مباراة كنت قدم دكتور إنه انتصر فيها ولا مرة حسيت شعور الانتصار أنا فائت الدنيا كلها حتى من الأول معه الانتصار وأنا يعني متوقع يعني ما هزوم وخسر كيف نعمل إذا الحكرة متحضرت علينا؟ أنا شخصيا ما بيستبعد أبدا وجود أيادي خارجية عم تلعب وترش رش مصاري هون وهون لحتى ما يشوفونا منتصين وفائزين خايفين مننا يا جماعة كل واحد يحكي بدوره لو سمحتوا ما حدا ياخد دور التاني أيادي خارجية راح يجي معك طبو الأيادي الداخلية طي لعبت نزلنا كل يوم تهزلنا مئة مرة أكتر من الأيادي الخارجية شو نعمل فيها؟ تعبت دكتور تعبت أنا من شعور لازيمة يا ادم لازمني طول وقت والله العظيمة تعبت دائما مهزوم لا 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 أنت عبتشتغل على شي مخطط أمين وقالك عبتوهين شعور لأمي لقل إحنا طول عمرنا رياتنا بيارك انتصاراتنا مسجل على حياة طريق شو العكي يهدي عميقوله يا دكتور عدم المؤخذة يا حضرتك عبتحكي كتير عن الانتصارات والفوز بس يعني هون عيادة معالجة الشعور بالهزيمة لق هزيمة شو أنا نرأس لما بتسمع اسمي بتخرية بتوت من رعبتها إحنا ضرب خمسين سنة وإحنا محتفظين بيحق الرد لا لا يعني بس انت شكلك من فهمها من الطبخة خليني اشرح لاني نحنا انتصارنا انتصاري واحد إنه العدو الغاشم ما قدر ينال من عزيمتنا وعزيمتي أنا شخصيا اثنين وإحنا صرنا خمسين سنة بعد خبر حصري عم نختبر سلاح اسمه سلاح الصبر الاستراتيجي إن شاء الله خمسين مئة سنة وبتبين نتاجه آه سياطة قلق فمت انت مخربت هون غرفة علاج شعور لهزيمة غرفة علاج الانكار والكذب على الزات يا غرفة اللي بعدنا هوني مو هاي غرفة قالوا لي إنه هوني كمان بدون شوية ربط جاش شوية شد عزيمة فإذا لازم كون شي دايما أنا متوفرة يعني حبيب سلام أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بأحبائي وحبيباتي المتابعين والمتابعات خمسين سنة خمسين سنة مرت على آخر حرب كبيرة صارت بين العرب ودولة الاحتلال إذا بتسأل أي سوري أو مصري أو عربي عن هالحرب هاي برح تلاقي أجوي بها بس بدون تفاصيل كل ياتنا بنعرف إنه صار حرب وبنعطق المدرسة كنا وكانوا يحطوا برامج جتير على التلفزيون بهذا اليوم برامج خاصة يعني بس التفاصيل اللي صارت على الجبهتين السورية والمصرية وهذه اللي جايين نحكي عنه اليوم في هذه الحلقة المفصلة ورداً على مئات التعليقات وتلبية لطلبات الكثير من الحمادات والسعادات ها أنا اليوم الجهبذ رح أحكي لكم قصة حرب تشرين أكتوبر سنة 1973 خليني أخدكن ونروح سوى لبداية السبعينات نحاول نفهم كيف الناس كانوا حاسين بها داكل وقت نفهم مشاعرهم الناس كانوا مخنوقين ما صلوا من سنتين ثلاثة مهزومين أكبر هزيمة بتعرض إلى العرب بالعصر الحديث مكتئبين حزينين محبطين نكسة السبعوستين كانت ضربة قاسمة للعرب تعرض العرب فيها لهزيمة منكرة صاحقة ماحقة هزيمة حطمت أكبر الجيوش العربية اللي أصلاً تقريباً ما حربت حرب السبعوستين حسمت من أول يوم بعد ما عمل سلاح الجو تبع دولة الاحتلال ضربة استباقية دمرت سلاح الطيران العربي هو على الأرض قبل ما يطلع أصلاً الحكي بأول يوم من الحرب الصبح الدبابات المصرية نسحبت من سيناء بشكل عشوائي والجيش السوري نسحب من الجولان بدون قتال حقيقي حتى بعد ما كانوا العرب متعشمين إنه خلص بقى التحرير قرب ورح نرجع فلسطين وكل الأراضي المحتلة وايز بيتفاجأوا بيلاؤوا إنه مساحة إسرائيل الضعفة خلال كم يوم احتلوا مرتفعات الجولان بسوريا وسيناء المصرية وغزة والضفة الغربية والقدس حمادة تخيل شعور الفلسطينيين والعرب وهنين عم يشوفوا الجنود الصهاينة عم يحتفلوا بساحات الأقصى هزيمة عسكرية ونفسية للجيوش والشعوب العربية لهيك الناس كانوا عم يستنوا حرب جديدة تغسل العرب وترجع شعور الثقة بالنفس يا أخي الرأي العام بدو يتخلص من الشعور بالهزيمة بعد نهاية حرب السبعة وستين النكسة منشوفوا إنه الحدث الأبرز صار سنة 1970 اللي هو وفاة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر استلم بعده رئاسة مصر أنور السادات بالتحديد بـ 17 أكتوبر تشرين الأول سنة 1970 وبسوريا بعد شهر تقريبا يعني بـ 16-22 نوفمبر وصل حافظ الأسد للسلطة بعد ما عمل انقلاب على رفقاته سمال حركة تصحيحية هلأ إذا بنشوف أوضاع الرئيسين داخليا من الأية ما كانت كتير منيحة حافظ الأسد مثلا اللي كان وزير دفاع لمصالة النكسة تبعها السبعة وستين كان هو المسؤول الأبرز عن الهزيمة المدوية اللي تعرض لجيش السوري والسادات من جهته كان متلبك ما بيعرف إذا قدراني عبي الفراغ اللي تركه وراء الرئيس عبدالناصر عبدالناصر كان الزعيم الأبرز بهذه الأيام كتير كان محبوب من الشعب العربي كله مو بس من الشعب المصري هاد غير إنه كانوا لسه معرفانين تماما كيف بدون يسترجعوا سيناء اللي حتلت من كم سنة بـ 67 الوضع على جبهة سيناء كان محتقن إلى أبعد الحدود الجيش المصري كان على دفة قناة السويس وبينه بين مواقع الجيش الإسرائيلي على الطرف تاني من القناة يا دوب 200 متر والإسرائيليين كانوا على الطرف التاني شغالين بالتحصينات والمصريين شايفينه نعم يحصنوا طبعا على مستوى آخر مبادرات السلام كانت تنبلشة من أواخر عهد عبدالناصر يمكن أشهرة كان مبادرة روجرز على قسم وزير الخارجية الأمريكي هالمبادرة بتقول لك أخي هالمناوشات هاي اللي شغالة من بعد نهاية حرب السبعة وستين اللي بيسموها حرب استنزاف بين المصريين والإسرائيليين عجبها تعو نوقفها وقف اطلاقنا المرحلة الثانية هي إنه أخي خلينا نشوف كيف بنا نخلي إسرائيل لتطبق القرار 242 من 242 يلي بيقول إنه لازم إسرائيل تنسحب من كل الأراضي العربية اللي احتلتها بحرب السبعة وستين أول مرحلة وقفت حرب الاستنزاف يا سلام طب والمرحلة الثانية انسحبت إسرائيل من الأراضي لا ما انسحبت وخلال عامي الواحدو سبعين واثنين وسبعين صادت عدة محاولات ومفاوضات وشاين صي سلام بس ما مشي لحاج السادات فتح قناة حوار مع الأمريكان بركي بيقنعوا الإسرائيليين ينسحبوا من سيناء الأمريكان كانوا يقولون لك أخي أنتو العرب خسرتوا بحرب السبعة وستين فإذا بتكون تجوا على مفاوضات تكون تجوا كطرف مهزوم لا تقول ينسحب وما ينسحب خلاص أنتو مهزومين بتفاوضوا على الأساس وبصراحة يعني الحديث على أنه ترجع حدود إسرائيل إلى ما قبل السبعة وستين هذا حديث مواقع إني انفايزين وانتو خسرانين خلاص يعني تحملوا السادات صار يرفع النبرة تبع الكلام إلو أنه إذا بتضلوا هيك متعنتين عم تدفشونها دفش على الحربها الأمريكان ما كانوا كتير أخذين حكيوا على محمل الجاد تبعا بيحكي خلاص ما بتوقع يعمل شي أما بسوريا فما كان وضع الرئيس الجديد حافز الأسد أفضل بكتير حافز الأسد أول ما وصل للسلطة قدم وعود دولية كتير وأنه موخفه ما رح يكون متشدد وقاسي مثل الموقف يلي كان قبله جماعة صلاح جديد وأنه ما رح يرفض المبادرات الدولية مثل مبادرة روجرز عطوني المبادرات أنا بوقع لكم بس مع ذلك المبادرات هاي ما عطتوا أي شي لذلك بنهاية عام 1972 كان واضح أنه الأمور كلها ياتا رايحة باتجاه الحرب كان التخطيط والتدريب للحرب ظاهر ومستمر أساساً الاستعدادات بمصر ما وقفت من وقت هزيمة الـ 67 بس السؤال يا حمادي هو إنه شو نوع الحرب؟ القدرات العسكرية العربية كانت لسا تما تعافت تماماً من هزيمة الـ 67 وبعدة اجتماعات تم الحديث عن حرب محدودة الرئيس مصري أنور السادات كان يقول لكبار ضباطه أنه أنا ما ليبي حاجة أكتر من 10 متار شرق القناة يعني بس نحنا نعبر القناة ونأخذ 10 متار على الطرف الشرقي وأنا بعدين بجيب لكم كل سيناء بالتفاوض تركوا الباقي علي وفعلاً تم تطوير خطة مصرية دقيقة برئاسة رئيس الأركان بهذاك الوقت سعد الدين الشاذلي اللي تم تعيينه بنهاية الـ 71 واشتغل على كل تفاصيل الحرب بكل دقة واحترافية وتحديداً عبور القناة وأصدر كتابات فيها أدق التفاصيل لكل عسكري لحتى يعرف تماماً شو لازم يعمل يوم العبور الخطة المصرية انرسمت بحسب الإمكانيات المتاحة عند الجيش المصري سلاح الدفاع الجو المصري ما كان يسمح بتغطية ضد سلاح الجو تبع العدو أكتر من 10-15 كيلو لقدام أسلحة الدفاع الجو المصري ما فيهم ينقلوها على الطرف الشرقي معهم لأنه كتير كبيرة وتقيلة وبالتالي إذا تقدموا أكتر من 10 كيلو بسلو مكشوفين تجي الطيارة الإسرائيلية بتقصفهم تقتلهم ما في حد يدافع عنهم مشان هيك الخطة المصرية الأساسية هي كانت السيطرة على شريط على الضفة الشرقية للقناة بعدين التحصن بهالمواقع في وجه أي هجوم مضاد إسرائيلي جاي يعني بالنسبة لإلهم بعد ما يعبروا الخطوة الجاي هي دفاعية في وجه أي هجوم إسرائيلي لأنه ما خرجت ملدنا أما الخطة العسكرية السورية فكمان كانت تعتمد على الهجوم المباغت والوصول السريع إلى نهر الأردن بعدين تتحصن القوات السورية خلال 24 ساعة الأولى قبل ما يقدروا الإسرائيليين يعملوا جمع لقوات الاحتياط ويجنوا قوات الاحتياط فيها مشات ومدرعات وغيره حمادة وسعاد ركزوا معي لنشوف الخطة السورية كيف كانت الهجوم السوري كان مخطط له يصير على ثلاث مراحل أول ثلاث ساعات كان المخطط بالأساس ويقصف مدفعي لتحريد نقاط الدفاع تبع الجيش الإسرائيلي والتقدم من 6 إلى 8 كيلو متر داخل الجولان ثاني مرحلة كمانية 3 ساعات تتضمن دخول وتوغل مدرعات السورية ضمن 3 قطاعات شمالية ووسطة وجنوبية بتدمر المدرعات الإسرائيلية وبتسيطر على مفارق الطرق مثل قرية نفخ بغرب القنيتراي اللي كتير مكانها استراتيجي وقرية العال بجنوب مرتفعات الجولان اللي إذا وصلوا عليها بيصير بحيرة طبارية على بعد 6 كيلو متر خط نظر أخيراً المرحلة الثالثة المخطط كانوا واستمرار الهجوم السوري خلال ليلة 6 إلى 7 أكتوبر تشرين الأول بحيث تم تحرير كامل الجولان السوري بدءاً من خط وقف إطلاق النار اللي صار بعد حرب السبعة وستين اللي بيسموه الخط البنفسج هيك إلى نهر الأردن وخلال هاي المرحلة كان المفترض أن الوحدات السورية تأخذ مواقع دفاعية على طول نهر الأردن بحيث تصد الهجوم الإسرائيلي المضادل اللي رح يصير لما تخلص القوات الإسرائيلية من جمع قوات الإحطياط انتهى وقت التخطيط ودقت ساعة الصفر صارت الحرب باليوم والساعة اللي منتفقين عليها الجيشين السوري والمصري فتحوا النار في تمام الساعة 14 من بعد ظهر يوم 6 أكتوبر الموافق لعاشر من رمضان بالرغم من كل التحذيرات الاستخباراتية اللي إجت لعند الإسرائيليين وقالت لهم نديروا بالكم في هجوم عربية بس الإسرائيليين قالوا لا 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 مستحيل ما بيعاملوها شو بتحكوا أنتم جماعة هزموا هزيمة منكرة بال67 مستحيل يعاملوها ما لهم جاهزين أصلا يهجموا وحتى لما شافوا حشود القوات السورية والمصرية على الهدود قالوا لحالون هاي مجرد استعراض عضلات عم يحاول يردوا علينا لأنه سقطنا 13 طيارة سورية بإيلول قبل فترة بعدين تفوقنا العسكري الإسرائيلي واضح حرب ال67 خير ودليل ولكن هذا الغرور أبدا ما نفع الجيش الإسرائيلي وخلال الساعات الأولى مشيت الحرب على كدلو صارت الضربة الجوية اللي متفقين عليها بعدين بدأ العبور يصير بشكل مذهل الجيش المصري أصلا من 6 سنين كان عم يتدرب على هاي اللحظة بالذات في تمام الساعة تنتين وتلت وتحت غطاء من قصف المدفعية المصرية عبر قناة السويس 4000 جندي مصري في قوارب مطاطية هوب لقوا حالهم على الجانب الثاني من القناة الدبابات الإسرائيلية كانت متخبية بخط التحصينات الإسرائيلي اللي بيسموه خط بارليف لما شافوا موشات المصريين جايين طلعوا من مكان تحصينهم أما استعضوهم سلاح الموشات المصري لمضادات الدروع الخفيفة اللي بيسموها مالوتكا كمان بيقولولها ساجر بالإنجليزي أسلحة خفيفة مضادة للدروع بتدمر دبابات دمروهم تدمير ولليوم تسمع بمذكرات بعض القاضي الإسرائيليين عم يقولوا إنه ما تضل عندي ولا دبابة بالمجموعة تبعي كلهم تمروهم المصريين بعدين إجا دور سلاح الهندسة المصري 35 مجموعة هندسية عبرت القناة إسرائيل كانت عاملة حائط رملي دفاعي عم إجت هاي الوحدات الهندسية وطلعت بحل مبتكر وزكي كتير جابت خراطين مياه ضخة ميقوية هدمت الخط الدفاعي ونصبت جسد للعبور لنقل كل ما يلزم من دبابات وأسلحة ثقيلة إلى الشاطئ الشرقي من القناة وهيك تاني يوم الصبح مع أشراقة شمس السابع من الأكتوبر تشرين الأول وحوالي ألف دبابة أطعوا قناة السويس إلى الطرف الثاني طبعا هذا مو كل الجيش المصري الجيش المصري الثاني تمركز في شمال القناة والجيش المصري الثالث تمركز في جنوب القناة طبعا على الضفة الشرقية من القناة الطرف الثاني أما على الجبهة السورية فما كان وضع مختلف بداية الحرب كانت ضربة جوية سوري 150 طيارة سورية طلعت ضربة المواقع الإسرائيلية بالجولان بعدين بديت الضربات المدفعية لتمهد لتقدم المشاك 40 ألف جندي سوري و600 دبابة دخلت إلى الجولان المحتل وبعد ساعتين نجح الجيش السوري باستعادة مرصد جبل الشيخ صار إنزال مظلي عليه ونرفع العلم السوري على قمة جبل الشيخ اللي عمله الإنزال إن مجموعة من المظليين السوريين مع مجموعة من الفدائيين الفلسطينيين وبحلول غروب الشمس كانت الدبابات السورية دخلت بأعداد كبيرة إلى الجولان اخترقت نقاط الضعف الإسرائيلية وحاصرت الفرقة الإسرائيلية عند القنيطرة بس هديك الليلة كانت خطيرة يا سعاد بدل ما تكمل الدبابات السورية تقدمها السريع والمباغت وقفت وعادت تنظيم صفوفة هذا الوقت كان كتير ثمين لأن الرهان السوري وكان وصول الدبابات السورية إلى نهر الأردن قبل ما تلحق قوات الإحتياط الإسرائيلية تنظم صفوفة هذا الوقت كان كتير ثمين لأن الرهان السوري كان على سرعة وصول الدبابات السورية إلى نهر الأردن قبل ما يكتمل حشد القوات الإسرائيلية الإحتياطية اللي كايت عم تنحشد بسرعة كتير بسوريا كانوا مقدرين انه قوات الاحتياط الاسرائيلية كان بده حوالي 24 ساعة لبين ما توصل لعند الجبهة يعني إلى ثاني يوم بعض الظهر بس اللي صار بالواقع انه هي ما اخدت اكتر من 15 ساعة بل وهناك بعض الدبابات وصلت بعد 9 ساعات بس يعني صحيح بسبعة اكتوبر كانت الدبابات السورية جوات الجولان وبحير الطبارية ببرمى نظرة بس كمان على مدى النظر شافوا القوات الاحتياطية الاسرائيلية وصلت وجايل عندهم وهيك كانت هي الليلة كتير خطيرة ابعدت النصر الحاسن للسوريين لانه ما حققوا خططهم ما وصلوا لنهر الاردن بحيث يقدروا يتحصنوا بالمرتفعات الحصينية تبع الجولان مع ذلك وبعد الفجر بقليل استمرت لوحدات السورية بتطبيق الخطة وكأنه شيئا لم يكن الجماعة كانوا مكملين على المخطط طبعهم يروحوا يسيطروا على قرية نفخ الاستراتيجية ومنا يروحوا على جسر بنات يعقوب على نهر الاردن وهات كلا يتعني مو حاسبين حساب القوات الاحتياطية الاسرائيلية اللي صارت ليك هون للأسف أوقفت الدبابات الاسرائيلية تقدم السوريين ورغم انه صار واضح انه هاد التكتيك ماعد يزبط ليك القوات الاحتياطية الاسرائيلية عم نقلكون وصلت الا انه ظلت تيجي اوامر من القيادة لسلاح المدرعات السوري بتنفيذ موجات من الهجمات على المواقع الاسرائيلية المحصنة الشي سبب خسائر هائلة لسلاح الدبابات السوري وخاصة انه الدبابات الاسرائيلية كانت اكثر كفاءة من الدبابات السورية وخصوصا بمدى بعد الضربة يعني الدبابات الاسرائيلية بلصيب من ابعد هاد غير انه الدبابات السورية كانت عم تتقدم بارض مكشوفة اصلا ومع ذلك استمرت الدبابات السورية بالتقدم باتجاه الفخ وبمنطقة اسمتل المخافي حصلت معركة كبيرة صار فيها خسائر كبيرة للطرفين من الجانب السوري استشهد فيها اللواء عمر الأبرش قائد الفرقة السابعة اللي تقريبا انبادت بالكامل وكمان الاسرائيليين خسروا خسائر كبيرة مشان هيك لليوم بيسموا هاي المعركة باسم معركة وادي الدموع بيعملوا عليها مسلسلات وحكاية وقصص المهم بسبب هاي الأوامر اللي اجت من القيادة بالاندفاع غير المدروس ما نجح الهجوم السوري الأول وتكلل بالفشل وفوقه منا بخسائر كبيرة من جهاتهم كمان الاسرائيليين خسروا خسائر كبيرة خلال الأيام الخمسة الأولى من الهجوم بالجولان كان مجموع الخسائر الإسرائيلية حوالي 250 دبابة ومئات الجنود بس بحلول 9 أكتوبر بدأ الاسرائيليين بهجومهم المضاد ورجعوا السوريين وتقهقروا إلى حدود ما قبل الحرب حتى صار الداخل السوري نفسه بخطر على الجانب المصري كان الوضع أفضل المصريين كانوا عم يحفروا دشام والخنادق ويحصنوا حالهم حاولوا الاسرائيليين يعمل هجوم مضاد بسينة بس ما نجحوا خسروا خسائر كبيرة وانأثر عدد من طواقم الدبابات تابعون أما جويا فسلاح الجو الإسرائيلي ما كان نفعان القوات المصرية كانت متحصنة بمظلة الصواريخ المضادة للطائرات وبحلول اليوم الرابع من الحرب كانت إسرائيل خسرانة ما نوع 40 طائرة تطلع الطائرة الإسرائيلية بتطرب القوات المصرية اللي عبرت بيأكلوا ضربة بتسقط الطائرة خسروا كتير حتى يقال إنه بعتوا عرض وقف إطلاق نار مع السفير البريطاني للسعدات بس السعدات رفضوا فبما إن الوضع كان صعب على الجبهة المصرية قوات المصرية متحصنة منيح أما الإسرائيليين نقلوا الضغط للجبهة السورية وبالتحديد أكتر بيوم 11 أكتوبر 21 صار هجوم إسرائيلي تجاوز الخط البنفسجي وقرب باتجاه دمشق دمشق مو كتير بعيدة عن هاد الخط على فكرة يعني حوالي 60 كم بس طبعا صار في دفاع سوري شريس بس مع ذلك قدرت القوات الإسرائيلية تتقدم وهون صار في خلاف سياسي بين الرئيس السوري والرئيس المصري خاصة أنه الإسرائيليين صاروا عم يعملوا غارات على البنية التحتية بالعمق السوري أصابوا أهداف مثل رئاسة الأركان وأمارية الطيران بدمشق بالعاصمة حافظ الإسد كان عم يطالب أنور السادات بالتقدم أكتر عم يلو مو هي كان الاتفاق طبعاً اليوم مو كتير واضح تفاصيل الاتفاق اللي بنعرفه أنه الاتفاق بين القيادتين السورية والمصرية حول الحرب تم بشباط فبراير بس مو كتير واضح على شو تم الاتفاق وإلى أي مدى رح يكون الهجوم هل فعلاً كان الطرف السوري بيعرف أنه الهجوم المصري رح يتوقف على مدى 10 كيلو متر بس وذي رح يكمل أكتر باتجاه المعابر وهي المعابر هي معابر بجبال سيناء توصل شرقه بغربه وأصلاً إذا كانت خطة الهجوم السوري معتمدة على أول 24 ساعة يصلوا لنهر الأردن ويتحصنوا قبل ما تيجي القوات الاحتياطية الإسرائيلية ليش ليكون الوضع السوري متوقف على تطوير الهجوم من الطرف المصري بكل الأحوال وعلى عكس اللي صار بالجانب المصري من مقابلات وأحاديث سياسية وعسكرية ووثائقيات وكتب عن الحرب والأخطاء والنجاحات اللي صارت فيها عنا بسوريا ما حدا حكى عن الحرب أصلاً تعتيم كامل ممعت فصار المهم بعد كم يوم قرر أنور السادات تطوير الهجوم باتجاه المعابر بسينا بحيث يتم رفع الضغط عن الجبهة السورية وهي شيء يجا بعد صراع مكتوم مع قادة الجيشين الثاني والثالث ورئيس الأركان المصرية بها كل وقت سعد الدين الشاذلي اللي كان شايف أنه هاي العملية هي عملية انتحارية تطوير الهجوم هذا والتوغل هو عملية خطيرة جداً أشبه ما تكون بالانتحارية وخاصة أن الرئيس المصري أنور السادات لحتى يطور هاد الهجوم أمر بسحب الدبابات الإحتياطية من غرب القناة إلى شرقة وهيك صار ظهر الجيش المصري مكشوف وفعلاً كان الهجوم المصري باتجاه المعابر خطير ومكتير مدروس ولبين ما صار نص نهار كان في خسارة لأعداد كبيرة من الدبابات المصرية وحتى قصة تخفيف الضغط عن الجبهة السورية بالشمال ما كان كتير إلا داعي بيدا كل وقت لأنه بحلول 14 أكتوبر كانت وصلت تعزيزات القوات العراقية وبديت تحاول تثبت الجبهة السورية بحيث يصير التقدم الإسرائيلي صعب بعد ما صاروا الإسرائيليين على بعد حوالي 40 كم عن العاصمة دمشق وبعد وصول قوات العراقية إجت قوات أردنية والسعودية وقبل مغربية وصاروا الإسرائيليين يحسبوا حساب هجوم مضاد من القوات العربية على الجبهة السورية يعني خلاصته على جبهة السورية كان الوضع لصالح دولة الاحتلال لأنه قدرت تعيد احتلال الجولان كل ياتو وكانت المعارك عملياً عمل صيلة على طريق دمشق بس بالنهاية جبهة السورية استقرت نوعاً ما والأكشن كلها تنتقل إلى الجبهة المصرية هني كان أرييل شارون اللي كان قائد كتيبة مدرعات عم يدور على ثغرة بين الجيشين المصريين الثاني والثالث وفعلاً لأ مكان مو محروس بشكل جيد بمنطقة اسم المزرعة الصينية بدأ يحضر لهجوم إسرائيلي معاكس يوصل للضفة الغربية من القناة وفعلاً تم العبور تحت جونح الظلام وخلال ساعات تم نقل عدد كبير من المدرعات الإسرائيلية إلى الجانب الغربي من القناة وصارت تتجمع هنيك وصار في ثغرة كبيرة تسمى بثغرة تفرسوار وده لغ سوار بالفرنسي يعني مفريض الماء هنيك مو بس صارت عم تهدد أمن العاصمة القاهرة بل صارت تدمر بطاريات الصواريخ المضادة للطيران اللي كانت عاملة هي المظلة اللي عم تحمل قوات المصرية وهكذا رجعنا نشوف الطيران الإسرائيلي عم يظهر بالأجواء المصرية وبدأ وكأنه شبح سيناديو حرب 1967 عم يحوم بالمكان هون تصاعد الخلاف اللي صار بعدين مشهور بين الشاذلي وأنور السادات الشاذلي كان عم يطالب بصحب القوات المصرية من الضفة الشرقية بالقناة لسد الثغرة والسادات رافض هدل الحكي ماعتبر أي حديث عن انسحاب القوات بمثابة الخيان العظمى هلأ مرح نفوت كتير بالخلاف بين الرجلين بس فيني لأخص لكم الموضوع وأنه كان خلاف بين وجهتين نظر وجهة نظر السادات السياسية الدبلوماسية اللي عم يقول فيها أنه لما يصير وقف اطلاق نار لازم يكون في قوات مصرية على الطرف الشرقي للقناة لحتى يدر يفاوض على أساسها وبين وجهة النظر العسكرية تبع الشاذلي اللي عم تقول أنه لازم نصد هاي الثغرة عسكريا يا أخي ما بصير ظلم مفتوحة طبعا الجيش المصري قاتل قتال بطولي بشرق القناة وغربة قال صحيح القوات الإسرائيلية تقدمت من هاي الثغرة وصار في مئات المدرعات والدبابات على الطرف الغربي للقناة وخططهم كانت أنه أرييل شارون يلتف على الجيش المصري الثاني ويحاصر الإسماعيلية شمالا ويلتف الجنرال أدان ويحاصر مدينة لسويس جنوبا إلا أن القوات الإسرائيلية تكبدت خسائل كبيرة فعلا في أثناء ذلك وهي المعلومة لازم تعرفوها حمادي وسعاد ميدان أي معركة ميدان أي حرب لا يقتصر فقط على المعارك على الأرض بين الجيوش بل هو كمان صراع يدور في أرواقة الدبلوماسية العالمية وبالحقيقة الدعم الأمريكي كان أساسي جدا لحتى تقدر إسرائيل تعمل الهجوم المضاد طبعا الأميركان عملوا جسر جوي لنقل الإمدادات والأسلحة من أمريكا لإسرائيل بعملية فريدة من نوعها مشهورة تاريخيا باسم Operation Nickel Grass بس بما أنه كنا لسه بيعصر الحرب الباردة التوازن الدولي كان بيطلب أنه إسرائيل ما ترجع تنتصر رد مرة تانية مثل ما صار بـ 67 انتصار صاحق كان في ضغط سوفيتي على أمريكا وإسرائيل حتى يصير فيه وقف إطلاق نار والحرب الباردة كانت بين السوفييت والأميركان وفعلا بـ 23 أكتوبر 2021 بعد 17 يوم من بدء الحرب تم إعلان أول وقف لأطلاق النار برعاية دولية بس الإسرائيليين كانوا عم يتصرفوا ولا كأنه في وقف إطلاق نار اتقدموا بسرعة بابتجاه مدينة السويس المصرية بهدف محاصرتها وقطعوا طريق القاهرة السويس بحلول ليلة 23 أكتوبر يعني بنفس يوم وقف إطلاق النار المفترض وحاصلوا الجيش المصري الثالث وأطعوا عنه الإمدادات عن مجلس الإمن عمل اجتماع ليلي وطلع قرار تاني بوقف إطلاق النار وبنفس الوقت اللي كان المفروض يصري فيه قرار وقف إطلاق النار التاني كانت قوات الاحتلال عبدت فوت لجوات مدينة السويس بس الحقيقة المقاومة المصرية بهي المدينة كانت باسلة ومنقطعة النظير اتشكلت قوات دفاع شعبية وفدائيين وصارت حرب مدن حقيقية قدت لإيقاف رتل الدبابات الإسرائيلية من التقدم وأخيراً تم فرض وقف إطلاق النار بعد توتر وأخذ وعطا بين الأميركان والسوفيين على الجبهة المصرية كانت القوات المصرية لساتة بمكانها من المكان تقدمت له على الضفة الشرقية من قناة السويس بس بنفس الوقت كان عندك الجيش الثالث المصري محاصر من كل الأطراف هذا غير الثغرة الكبيرة اللي بيغرب القناة اللي فاتوا من القوات الإسرائيلية أما على الجبهة السورية وقبل ما يطلع قرار وقف إطلاق النار بشوي شنت قوات الاحتلال هجوم على مرصد جبل الشيخ ورجعت سيطرت عليه وهيك لما صار قرار وقف إطلاق النار كان الوضع على جبهة السورية أسوأ مما كان عليه قبل الحرب لأنه جيش الإسرائيلي صار بعمق الأراضي السورية وتجاوز لخط البنفس الجيه اللي صار بالحرب ال67 والجيوش العربية المشتركة ما عملت هجوم وضاء لأنه وقف إطلاق النار صار قبل ما يعملوا هذا الهجوم إكمالت قصة الحرب يا حمادة ويا سعاد هي عبارة عن مفاوضات بدأت بالجبهة المصرية بدأت بخيمة بالكيلو 101 على طريق القاهرة المفاوضات بديت على أساس تزويد الجيش الثالث المصري المحاصر بالمؤن مقابل إطلاق صراح جنود إسرائيليين مأسورين عند المصريين بعدها بدأت جولات مفاوضات مالكوكية كان نعم لهنري كاسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي بين تل أبيب والقاهرة ودمشق لحتى يتفاوضوا على فصل القوات وفعلا تم توقيع الاتفاق بنهاية الأمر على أساس أن القوات الإسرائيلية تنسحب أول شيء من غرب القناة بعدين تيجي قوات فصل من الأمم المتحدة على أن يتوم بعدين انسحاب كامل إسرائيلي من سيناء وهو ما تم فعلا بإبريل سنة ١٩٨٨٨ بسوريا تم نفس الأمر ولكن جزئيا بس الحقيقة أن الوضع الميداني المصري كان أفضل نسبيا من الوضع السوري وحرب الاستنزاف اللي صارت بعدين على الجبهة السورية ما نجحت بتحسين الوضع وفعلا تم الاتفاق على فصل القوات بين سوريا وإسرائيل القوات السورية والإسرائيلية برجعوا تقريبا لنفس المواقع اللي كانوا فيها بالما تبدأ الحرب ومدينة القناة طراب ترجع للسيادة السورية ولكن تحت إشراف قواتنا الأمم المتحدة وتم توقيع عادل الاتفاق بين سوريا وإسرائيل في جينيف في سويسرا وهكذا انتهت الحرب بشكل رسمي بنهاية الحلقة وبعد مرور خمسين سنة على هي الحرب يلي بيهمنا هو آثار هالحرب على المدى الطويل إذا بنجعب هذه النتائج بنشوف أنه مصر فعلا استفادت من حرب أكتوبر في 1973 وتخلصت من الاحتلال الإسرائيلي وحررت كل سيناء وعلى الجانب الإسرائيلي فعلا الحرب كلفت إسرائيل بطير وكانت هزيمة عسكرية وسياسية بحيث بيقول أحد الباحثين الإسرائيليين إنه إذا بتأخذ عدد الخسائر البشرية الإسرائيلية وبتقسموا على عدد السكان بيطلع أكتر من الخسائر الأمريكية بحرب فيتنام طبعا من نسبة عدد السكان وهالحكي هذا خلال 3 أسابيع بس مو بسنين طويلة مثل حرب فيتنام أما على الجانب السوري فصحيح قدرت سوريا ترجع القنيطرة للسيادة السورية وترجع عشرية من الجولان بس تحت إشراف الأمم المتحدة إلا أنه فعلا ما نجحت بتحقيق أهدافها من هذه الحرب وبعدها ظلت السياسة الرسمية السورية إلى عقود تقول إنه هدفنا هو تحرير الجولان شي بالحروب غير المباشرة شي بمفاوضات السلام هذا طبعا بعد ما أعلنت أنه السلام هو خيارنا الاستراتيجي والأرض مقابل السلام ومع هذا كله ما نجحت باستعادة الجولان واليوم مع الأوضاع الكارثية بسوريا تبدو عملية استعادة الجولان كتير كتير صعبة بعدين إذا نلقي نظرة عامة على حرب 20 أكتوبر منلاقي إنه ما حلت المشاكل اللي كانت موجودة المشاكل الأساسية الأرض المحتلة اللاجئين القدس يعني ما قدرت تتحل المشاكل اللي تسببت فيها كارثة السبعة وستين ولا حتى جزئيا لساتهم الشعب السوري والفلسطيني عم يعانوا من تبيعات هالهزيمة تبع 1967 إذا بنعمل نظرة جهبذية بنهاية الحلقة بنلاقي إنه التاريخ لحتى ينفهم بأسمول أحقب زمني عملية التأسيم هاي بيسموها تحقيب periodization والحقب التاريخية بتتحدد غالبا بحسب الحروب لأنه هي أهم المفاصل بتاريخ البشر مشان هيك بتلاقي المؤرخين عم يقولك فترة ما بين الحربين يعني هي الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بين سنة 18 و 39 أو عصر الحروب النابليونية أو أيام الحرب الباردة إذا بنصهم الموضوع شوي زيادة بنلاقي إنه نحن السوريين والفلسطينيين لساتنا عايشين بالزمن تبع بعد حرب السبعة وستين الهزيمة اللي أكلناها حرب 73 ما نجحيت بإنه طلعنا من عصر هزيمة السبعة وستين وتاخدنا العصر جديد ولليوم لساتنا عايشين بالمشاكل اللي إجت من نتائج هاي الهزيمة وما أتى بعدها هذا غير إنه تم بناء نظام استبدادي مستمر لأكتر من 50 سنة بناء على نتائج حرب 73 غير الواضحة بالنسبة لسوريا ما كان واضح إلا باستغلالها إعلامياً وسياسياً بحيث نفس ولا كلمة لك طالب بحقوقك لك لسه من شوية انتصرنا بالتشرينين بدك حرية واقتصاد مندعش وشغل وانتصلك حقوقك لعندك فاضينا ومن شوية لسه انتصرنا بالحرب يا أخي نحن وضعنا خاص كدولة مواجهة طيب إنت أخر مرة حاولتوا تحرروا الجولان؟ هذا ما يسمى بالصبر الاستراتيجي نحن مو متلغيرنا ووضعنا مختلف هذا ما حررنا ولا استعدنا الجولان وأكلنا هوا خمسين سنة كيف لو استعدناها؟ جامونا على هاد السؤال بالتعليقات وإذا حبيتوا الحلقة أعطونا لايك أعجاب وشاكوا الحلقة بين أصدقائكم اشتركوا بالقناة اشتركوا بالقناة ولا باشتركوا بالقناة فعلوا زر الجرس شوفوا الحلقات السابقة لا تنسوا تشوفوا المصادر وانتظروا حلقات القادمة إلى اللقاء